كان من المرة الفائتة الحديث عن أول نداء من نداءات الرحمن في القرآن وبقي جزء من الآية لم نتوقف عنده هو لعلكم تتقون في آخر هذه الآية كانت الوقفة فيكون من الأحسن أن نكمل الحديث عن النداء الأول خضر الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الآية التي هي أول نداء للناس يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالنداء أول نداء إلى الناس مضمونه الأمر بعبادة الله هذه العبادة يريد الله مننا أن نصل بها إلى ثمرة مهمة هذه الثمرة هي ثمرة التقوى هذه التقوى التي عليها الله تبارك وتعالى يجازي وبها ينجي من عذابه وبها يتقبل الله الأعمال يقول الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين ويقول عز وجل أيضا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونعيم فالقرآن أبدأ وأعاد في مسألة التقوى وجعل هذه التقوى سبيء مفتاحا إلى جنته ومفتاحا للخلاص من ناره ويعني في قوله تبارك وتعالى في أول هذه السورة قال تعالى هدى للمتقين يعني السورة بدأت ببيان أن القرآن هدايته إنما تكون لأهل التقوى فمن اتقى الله تعالى في هذا الكلام الرباني وتلقاه من الله عز وجل على اعتبار أن الله تكلم به وأن الله تعالى أودع في هذا الكلام منهجه للحياة إذا كان الإنسان يتلقى القرآن بهذه العقيدة ولذلك بعدهم بشرة من هم المتقون قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه المنفقون هذه الصفات الأساسية التي يترتب عليها الفلاح في النهاية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والقرآن الكريم تحدث كثيرا عن هذه الثمر والوصول إليها ويعني سواء في مجمل العبادة أو في تفاصيلها حتى يقول تعالى في أمر الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأي شيء ما الغرض؟ هل الله تعالى يريد منا فقط أن نضمأ؟ ويريد منا عز وجل أن لذات الضمأ؟ أو أن نجوع لذات الجوع؟ كلا وإنما الله تعالى يريد منا هذا الجوع وهذا الضمأ الذي يكون لله وفي الله يورث في القلوب التقوى قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبدأ الله تعالى آيات الصيام بالتقوى وختمها أيضا بالتقوى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون آيات الحج بدأها الله تعالى بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباء وختمها الله تعالى أيضا كذلك بالتقوى في قوله تبارك وتعالى بعدها بآيات يقول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقع واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فهذا الله سبحانه وتعالى يبدأ ذكر العبادات بالتقوى ويختمها أيضا كذلك بالتقوى فالتقوى مسألة ضرورية للإنسان أن يضعها نصب عينيه وهو يعبد الله عز وجل ما هي هذه التقوى التي أبدأ القرآن فيها وأعاد التقوى في حقيقتها اللغوية هو أن تجعل بينك وبينما تخاف سترا أو ساترا أو وقاية أخذت من قول الشاعر وهو يصف امرأة عفيفة سقط نصيفها من على وجهها فأخذت النصيف بيد ووضعت يدها بينها وبين عين الرجل الذي ربما ينظر إليها فأنشد الرجل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد فهنا هي جعلت بين أعين الناس وبين وجهها يدها فقالوا حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبينما تحذر من سخط الله وغضبه وما يكون يوم القيامة من الحساب والعرض على الله تعالى وما يكون من عقابه وناره كل ذلك بما يتقى وأعظم ما يتقى في ذلك كله هو الله نفسه جل جلاله لأن الله تعالى يقول ويحذركم الله نفسه واتقون يا أولي الألباب فالله تعالى أمر أن نتقيه عز وجل لأنه تعالى شديد العقاب سريع العقاب الله عز وجل إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر إلى غير ذلك مما يكون سببا من أسواب التخويف من الله تعالى وتارة تضاف التقوى إلى اليوم اللي هو اليوم الآخر ولعلها آخر آية نزلت في القرآن الكريم وهي في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقي يوما يجمعنا فيه طيب والرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا في الحديث القدس الجليل قال ينظر أحدكم عن يمينه فلا يرى إلا النار وعن شماله فلا يرى النار فاتقوا النهر ولو بشق تمره فالنبي عليه الصلاة أمرنا أن نتقي عذاب الله عز وجل وسخط الله تعالى والله عز وجل حين نتأمل في صفاته أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى بل إن التقواه عز وجل الشيء اللائق به يعني الإنسان إذا خاف من شيء فرم اتقاه 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 غضبه يعني الإنسان مثلا يخاف من ملك جبار يعني يسوم الناس العذاب فماذا يفعل؟ يتقي غضبه أو يتقي يعني ما يغضبه هذا حال الناس عادة يعني مع ما يخافون أنهم يتخذون الوقايات يعني كما يقال حتى العلاج الوقائي الآن العلاج الوقائي الذي يتخذ هو يعني وقاية من الميكروبات من الفيروسات من الأمراض الوبائية التي تنتقل فيتخذ الناس احتياطات حتى لا تقع هذه الأمراض أو يصابون بها فكذلك أيضا فيما يتعلق يعني بالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى فالله عز وجل أهل لأن يتقى قال عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة طيب ما هو ما هي هذه الدرجة التي استحقها الله تعالى عبر القرآن عنها بقوله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ابن مسعود رضي الله عنه يقول حق التقوى بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ولكن أن للإنسان أن يصل إلى هذه الرتبة العلية يعني الإنسان بطبعه لا بد أن يقع منه التقصير لكنه متى ما وقع منه التقصير فإنه يتوب ويرجع إلى الله والله يتقبله والله تعالى يتجاوز عنه لكن حق الله تعالى هو هذا أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر شيخنا يعني لا بد من نربط بين هذه التقوى وبداية الآية عبادة الله سبحانه وتعالى فيها عبادات ظاهرة وعبادات قلبية ثم جاء الأمر أو جاءت الثمرة بأن هذا من ثمار هذه العبادة لعلكم تتقل فكأنما الله سبحانه وتعالى يربط للناس ما بين الظاهر والباطن في حياتي لا شك وهنا أنت تنبهني بهذا الكلام جزاك الله وخيرا إلى قضية مهمة وهي أنه يعني التقوى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره وقال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى القلب لأن من بعد تقوى القلب لكن هل هل هذه التقوى تقف عند حدود القلب بحيث أنها لا تؤثر على الجوارح ولا على اللسان لا بدليل قوله بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذا وتحقير المسلم يكون بالقول وبالفعل سلوك ظاهر سلوك وكذلك أيضا ما يقع من الجناية على دمه أو ماله أو عرضه إنما يكون بالبطش ويكون بالسلوك أيضا فبالتالي التقوى لا بد أن تظهر على الجوارح ولهذا طلق بن حبيب عبر عن التقوى تعبير جميلا جامعا من أجمع ما قيل في مسألة التقوى أو في تعريفها كلمتان كلمة لطلق بن حبيب وكلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يروع عن علي أما طلق بن حبيب فإنه مما يعني روى عنه أهل الحديث قوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه فأحال طلق بن حبيب التقوى إلى الأمر والنهي لكن أي أمر هذا الأمر الذي الإله الرباني الذي نحن على بينة منه على نور من الله نرجو ثواب الله حين نمتثل هذا الأمر لأنه عدم الامتثاء عدم يعني رجاء الثواب عند الله تعالى يجعل هذا العمل غير مقبول عند الله كذلك أيضا ترك المناهي ابتغاء وجه الله تبارك ودعوه لذلك المرأة التي قالت للرجل الذي جلس بين رجليها حتى يعني يعني يفحش بها وكان يحبها كأحب ما يحب الرجال النساء فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي فقال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فأعملت هذه الكلمة فيه ومريم قالتها قالتها مريم قبل ذلك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أما الكلمة الثانية لعلي رضي الله عنه فإنها من أجمع الألفاظ أو الكلمات في التقوى يروى عن علي أنه قال التقوى أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن ترضى بالقليل وأن تستعد ليوم الرحيل يعني هذه الكلمات يعني جماع التقوى كما قال أهل العلم كلمات عظيمة التقوى أساسها الخوف من الله ثم العمل بالتنزيل كما قال طلق بن حبيب نعم يعني على نور من الله والرضى بالقليل أن يقنع الإنسان بما قسم الله له وأن يرضى بما آتاه الله تعالى من هذه الدنيا فمن رضي له الرضى ومن سخط فعليه السخت ثم الاستعداد ليوم الرحيل فالتقي حقا هو الذي يستعد ليوم القيامة تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متهي أن قبل الرقادي ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فالتقوى تتظهر عند الإنسان حين يدخر ما لديه عند الله سبحانه وتعالى كل ما لديه الولد المال الوقت العلاقات كل ذلك يعني يدخره لذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين أجمعين تبقى إشارة أخرى هذا النداء للناس نعم والناس فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم من تكون من يعني ثمار عبادته التقوى وفيهم من ليس أصلا وارد عنده أن يعبد الله سبحانه وتعالى نعم فنذكر أيضا بما ذكرت في بداية النداء لماذا جاء النداء في البداية للناس عامة يعني كما قلنا إن النداء إلى الناس عامة عادة يتضمن القضايا الكبرى نعم والأمر بالتقوى من القضايا الكبرى بل أحيانا بعض النداءات تبدأ بالتقوى مباشرة يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فالأمر يعني أكثر النداءات للناس يعني جاءت بالتقوى الأمر بالتقوى فالحديد يعني الله تعالى يعني حين يقاطب الناس ويناديهم هذا النداء ويأمرهم خلال هذا النداء بالتقوى لبيان أن أمرا عظيما ينتظرهم هذا تخويف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا في نذارته لما وقف على جبل الصفا وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس لو حدثتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مكذبية قالوا ما عهدنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ قومه بالنذارة يعني بدأهم أنذرهم عذاب الله تبارك وإله طيب هذا العذاب كيف يكون يكون بعبادة الله تعالى أن يجعل الإنسان بينه وبين ما ينتظره من هذا العذاب عبادته يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تبعدون فالتالي الإنسان يعني إذا استشعر أن عذابا ينتظر المخالفين وأن يوما عظيما مزلزلا يأخذ برقاب الناس ويذل كبرياء الإنسان يوم القياء عند ذلك يعني ينحن الإنسان ويخضع لهذا النداء ويبحث عن الأشياء التي يتقي بها سخط الله تعالى وغضبه جزاك الله خيرا يا شيخنا نكمل ديوان الإفتاء في الجزء الثاني نستقبل أزيلة الذين يتابعوننا الآن ونستمع من بعد ذلك للإجابات